على هامش معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخة الأولى بمدينة العالمين الجديدة أجرت القاهرة الإخبارية لقاءاً خاصاً مع ستيف ستيرجنت الرئيس التنفيذي لشركة مارفين تيست سليوشن في جناحها بالمعرض وأشهد الرئيس التنفيذي للشركة بالتنظيم الجيد للمعرض مشيراً إلى تطلع الشركة لتعاون أقوى مع مصر في المستقبل أهلاً بكم مشاهدين الكرام نحن نقف الآن داخل معرض مصر الدولي لطيران والفضاء في نسخته الأولى على أرض مدينة العالمين الجديدة نسخة عام 2024 وفي ضيفتي جنرال ستيف ستيرجنت لواء متقاب بالقوات القوية الأمريكية وسيو في مورفين تيست سليوشنز في البداية دعوني أرحب بضيفي أهلاً ومرحباً بكم في مصر شكراً جزيلاً من دوع سروري أن أكون معكم سوف نبدأ معكم بشأن هل يمكنك أن تقدم لنا ما تفعله الشركة في حقيقة الأمر مثل نبذة مختصرة جداً عن مورفين تيست سولوشنز مورفين تيست سولوشنز هي شركة متخصصة في معدات الاختبار العسكرية والفضائية والتصنيعية هنا في مصر نحن ندعم طائرات الـ F-16 حالياً بسواريخ الماوريك ولكننا نتطلع أيضاً إلى دعمهم بمزيد من معدات الاختبار لطائرات الـ F-16 في جميع المجالات للتسليح وتوفر شركتنا الأم مورفين إنجينيرينغ معظم الأسلحة التي تطير بها كل يوم القنابل والقاذفات والأبراج أود أن أتحدث عن انتباعاتك ومشاركتكم هنا في مصر في المعرض الجوي الدولي في مدينة العالمين الجديدة خاصة وأنكم تعرفونها القصة الكاملة قبل أن نبدأ هذه المقابلة تحدثت معي عن الأدينة الجديدة وكيف أصبحت ما هي عليه الآن بالتأكيد في نوفمبر من العام الماضي سأل قائد القوات الجوية عما إذا كنا سنكون من أوائل شركات من الولايات المتحدة التي تسجل في العرض الجوي الافتتاحي في تلك المرحلة لم يكن الأمر مخططاً أو كاملاً لذلك وافقنا ثم عملنا على تنفيذ العملية ويستطيع أن أخبركم أنه في نوفمبر من العام الماضي كان المكان الذي نقف فيها الآن مجرد رمال لقد قطعنا طريقاً طويلاً بالنسبة لعرض الجوي افتتاحي هذا هو أفضل العروض التي رأيتها حتى أن بعض العروض التي أقمت منذ ثلاثة أو أربعة أعوام تجاوزت هذه العروض كان حضور العسكرين والمدنيين رائعاً حتى في اليوم الأول اخبرني المزيد عن توقعاتكم للمستقبل أو ربما الفترة القادمة في مجال الطيران والاستخبارات الفضائية وخاصة في المجال العسكري حسناً إن مجموعة مارفن لديها توقعات كبيرة لبناء علاقة أقوى مع مصر وقواتها الجوية في المستقبل ومن المحتمل أن تكون هناك خدمات عسكرية أيضاً توفر معدات اختبار مشتركة وتوفر أسلحة أكثر تقدماً في المستقبل عندما تنشأ الحاجة إذن أنا أتحدث عن الاختلافات أو ربما الإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المعرض من خلال شركة مارفن والتي تختلف عن المعارض الأخرى التي حضرتها حسناً أول شيء في هذا الأمر يجب أن أرفع قبعة للمنظمين لأنهم وضعوا المكاننا الخاصة على الشارع الرئيسي لذا على الرغم من أن الرئيس لم يكن بحاجة إلى التوقف عند مكاننا قد توقف عند المكان المجاور لنا لمدة خمسة دقائق لقد كان الوفد بأكمله هناك وتمكن من التفاعل معهم بعد أن غادر الرئيس عدد عديد منهم للتفاعل معنا لذا نحن سعداء للغاية بالحصول على هذا النوع من الفرص هل هذه المرة الأولى التي تزور فيها مصر؟ لا كانت زيارات الأولى في عام 2017 ثم عدت العام الماضي في نوفمبر والآن عدنا ونبني على العلاقة في كل مرة لكن هذه هي زيارتك الأولى للسحل الشمالي نعم؟ نعم هذا صحيح كيف تشعر حيال ذلك؟ أعتقد أن العالمين مدينة مدهشة كيف تخرج من الرمال بهذه السرعة مع كل هذه التحركات البنائية والتحقيق في البناء التحتية؟ قبل عامين لم يكن هذا موجودا نعم كانت هناك أمور مختلفة هناك درجات مختلفة من اللون الأزرق نعم إن درجة اللون الأزرق مختلفة في الماء إنها أسطورية أتمنى لكم أن تستمتع بإقامتك وشكرا جزيلا على هذه المقابلة